الصادر في ربع ربيع الأول 11 أكتوبر 2021 بتعيين أعضاء الحكومة والذي أضاف مكوني التعليم الأولي والرياضة إلى مجال التربية الوطنية كما يأتي تفعيلا لأحكام القانون الإطار رقم 5117 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي ولا سيما تلك المتعلقة بإعمال مبادئ وقواعد الحكامة في تدبير المنظومة التربوية من خلال مراجعة تنظيم الهياكل الإدارية وكيفية سيرها ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى المراجعة الشمولية للمرسوم رقم جوج سفر جوج 382 الصادر في 17 يوليو 2000 وجوج بشأن تحديد اختصاصات وتنظيم وزارة التربية الوطنية وذلك من خلال تحديد الاختصاصات التي يتولى قطاع التربية الوطنية والتعليم الأول القيام بها بصفة فعلية لا سيما تلك المتعلقة بإعداد السياسة العمومية في مجال التربية الوطنية والتعليم الأولي والصهر على تنفيذها بتنسيق مع القطاعات الوزارية والهيئات والمؤسسات المعنية وتحديد بنيات الإدارة المركزية للقطاع والمهام التي ستتولى القيام بها إترى ذلك تداول مجلس الحكومة والصادقة على مجموعة من مشاريع المراسم التي تندرج في إطار تنفيذ الالتزامات المنبطقة عن الحوار الاجتماعي ويتعلق الأمر بمشاريع مراسم في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المتصرفين المشتركة بين الوزارات بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المهندسين والمهندسين المعماريين المشتركة بين الوزارات بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المحررين المشتركة بين الوزارات بتحديد نظام التعويضات الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المساعدين الإداريين المشتركة بين الوزارات بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المساعدين التقنيين المشتركة بين الوزارات بمتابة النظام الأساسي الخاص بهيئة المكونين المشتركة بين الوزارات لمؤسسات التكوين المهني بتحديد نظام التعويضات الخاص ببعض مغضفي الإدارات العمومية بإحداث تعويض عن التدرج الإداري لفائدة موظفي وأطور الإدارات المركزية والموظفين المشتركين بالإدارات العامة وموظفي الأطور الخاصة ببعض الوزارات في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة التفتيش العام للمالية بتحديد النظام الأساسي الخاص بموظفات وموظفي مجلس النواب بتحديد النظام الأساسي الخاص بموظفات وموظفي مجلس المستشارين بشأن النظام الأساسي الخاص بموظف وزارة الشؤول الخارجية والتعاون بإحداث هيئة للمستشارين القانونين للإدارات لدى الأمانة العامة للحكومة بإحداث هيئة أو بتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة للقضاة من الدرجة الأولى والثانية والثالثة بتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة للقضاة من الدرجة الاستثنائية والدرجة الممتازة بتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة للقضاة خارج الدرجة بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة كتابة الضبط بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج بشأن النظام الأساسي لموظفي المجلس الأعلى للسلطة القضائية بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة لقضاة محاكم المالية بتحديد النظام الأساسي الخاص بمستخدم مجلس المنافسة بإحداث منصب سام لمكلف بالدراسات في مختلف الوزارات بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة تفتيش الشغل بشأن النظام الأساسي الخاص بموضف الأمل الوطني في شأن النظام الأساسي الخاص بموضف وزارة الشؤون الثقافية في شأن النظام الأساسي الخاص بموضف وزارة الاقتصاد والمالية كما اطلع مجلس الحكومة على عدد من مشاريع المراسيم تمهيداً لعرضها على أنظار المجلس الوزاري ويتعلق الأمر بمشاريع مراسيمتهم تحديد كيفية تطبيق مقتضيات النظام الأساسي الخاص بأفراد القوات المساعدة تحديد كيفية تطبيق النظام الأساسي الخاص بموظف الوقاية المدنية والأطباء العاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية والمصالح الخارجية التابعة لها تحديد مرتبات العسكريين المتقاضين أجرة شهرية تابعين للقوات المسلحة الملكية تحديد نظام أجور وتغذية ومصاريف تنقل العسكريين بالقوات المسلحة الملكية إذن كان هذا نص البلاغ تحية طيبا سيد وزير لامريم بطوراوس من الإذاعة الوطنية في البلاغ دي لكم اليوم سرتم جمعات المراصيم لفات حسين وضعية عدد من الموضفين سؤالي هو عن مقال بعض الاتفاقات التي وقعتها الحكومة مع قطاعات أخرى وكذلك مقال زيادة في الأجور المقررة في الأجور دي الشهر يوليوز وهل من كل فاق هذه الزيادة هذه وسؤالي الثاني على الاستثمارات الأجنبية في المغرب الحكومة في مرات متعددة لكن تتذكر أنها درت مجموعة الإجراءات لتحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات هل من نتائج هذه الإجراءات هذه وهل من أرقام على الأرواقع؟ شكرا سيد وزير شكرا سيد وزير أتمنى أن تعطينا الأخبار حول قضية الطلبة في الطيب ولا تقتصي صور تقتصي صور تقتصي صور تقتصي صور على الإجابة الأخيرة حول هذا الموضوع لأن المغربية يتابعون قضية الطلبة في الطيب والسيطة شكرا السلام عليكم مريم الشنوري من موقع بلدنا 24 سؤالي أيضا كيف ما قال الزميل حول طلبة دي الطب يعني ما هي الإجراءات المتخذة أو التي تتخذها الحكومة بعد مقاطعة طلبة الطب للامتحانات شكرا شكرا لأننا نقش relatingوق الحكومية الأمر أو هل هناك استقبلاً هذا الخطوة شكرا شكرا شكراً للمشاهدة 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 بلادنا. وطبعا كان من الطبيعي لهذه الاتفاقة أن تولد طبعا مجموعة من المكتسبات للشغيلة. فالسؤال مرتبط بالإنعكاس المالي حوالي 45 مليار درهم 44.835 مليون درهم 44 مليار 835. هذا رقم كبير جدا لم يسبق فيما مضى لأي حوار اجتماعي كيفما كان في أي وقت كان أن قدم مبالغ مالية تصل إلى هذا المجتوى. 45 مليار درهم بدينا في 23 ونحن في 24 و25 و26 سوف يتموا تنفيذا هذه هي الكلفة ديال الحوار الاجتماعي. نعم عدد المستفيدين من زيادة كل هذا الأجور هي حوالي مليون ومائتين بالضبط مليون وميون وسبع وعشرين ألف موظف. هذا طبعا ما حسبناه وحد جوجل مليار كنت تذكره كانت في سنة 2022 من أجل الوافع بالمتأخرات الترقية ديالرجال التعليم والتي تحددت عنها في هذه هندواء غير ممرة. طبعا هدا هدا كله سوف نعكس على لماس سالاريال على كتلة الأجور في بلدنا. وغادي تعرف واحد الارتفاع مضطارد سنة بعد أخرى. لكن العنوية الكبيرة اللي خصنا نتبه لها هو العنوان الكبير هو انتقال الأدنى الصعفي الشهري في القطع العام من تلسلاف درهم إلى أربع علاف وخمسمائة درهم بزيادة ديال خمسين في المائة. هذا أيضا مؤشر مهم. مراجعة تضريب على الدخل. كانت سابقا وغادي تتعزز أكثر في سنة المقبلة واللي غادي يكون عندها واحد العائد لهؤلاء الأجراء والموظفين. حدف سلم سبعة بالنسبة للموظفين المنتمين لهيئة لهيئتي المساعدين الإدارين والمساعدين التقنيين رفح حصيص طرقي في الدرجة إلى 36% رفح من قيمة تعويضات الحائلية لقرارات هذه الحكومة زيادة العامة في الأجور خاصة المتعلقة برجال موظف قطاع طربية وطنية أيضا إحداث مراجعة بعض طويضات تكميلية لفائضة أوطور طربية وطنية إقرار بعض الإجراءات الأخرى لفائضة الأطور التعليمية خاصة إحداث درجة الجديدة بالنسبة للأساتذة التعليم التدائي منح سنوات من الأقدمية الاعتبارية هذا كله عنده كلفة مالية تسوية وضعية المتصرفون الطربويون والمستشارون فتجه تحسين وضعية الأطباء من خلال تغيير شبكة الأرقام الاستدلالي واعتماد رقم الاستدلالي 500 سعود وهذا كان التزاما حكوميا قبل الحوار الاجتماعي لأن الحكومة كانت تشعر أن هناك حيف يتعرض له الأطباء لأنه الدكتورة في الطب أندك لم تكن تساوي الدكتورة في اختصاص أخرى مراجعة الأجراء التكمليم ممنوحة لفائدة الأساتذة الباحثين كلية الطب والصيدلة زيادة في أجور الملحقين العاملين تابعين لوزارة الصحة خاصة لزيكس أسيستان ميديكو تحسين وضعية الأطباء الأسكريين ونموم الريدي الأسكريين اتفاق الكبير الذي كان مع قطاع التعليم العالي تحسين وضعية الأستداء الباحثين بالتعليم العالي وأيضا وجملة من الإجراءات وطبع الاتفاق الأخير الذي كان في الزيادة الألف درهم والذي اليوم هذه المراسيم هي التي تنفذ هذا الاتفاق بداية من هذا الشهر وإن شاء الله في السنة المقبلة 500 درهم المتبقية إذن هذا المجهود الكبير الذي قامت به هذه الحكومة قامت به لأنها تؤمن بأن ورش الدولة الاجتماعية هو ورش متكامل يهم طبعا الطبقات المستضعفة التي تستفد من نظام التغطية الصحية وتستفد من الدعم الاجتماعي وأيضا من الطبقات الأخرى خاصة الطبقات الموظفين والأجراء وغيرهم من أصحاب المهال الخاصة والذين استفدوا من إمكانيات كبيرة خاصة في إصلاح المنظومة للتغطية الصحية وغيرها من المبادرات التي قمت بها هذه الحكومة وطبعا مع الحفاظ على نفس النفس على مستودع مجموعة من المواد اليوم هذه الحكومة تدعم المدخلات في القطع الفلاحي تدعم الأسمدة تدعم النقل تدعم عبر صندوق المقصة تدعم عبر المكتب الوطني للكهرباء والماء والذي عرف دعما مرات عديدة جدا والهدف هو أن نحافظ على الأسعار الكهرباء والماء في مستوها العادي هذا طبعا دون أن نستحضر الأمور الطارئة والتي في طالعتها البرنامج الوطني الكبير لمحاربة نقص الماء ومياه السقل الذي يكلف كل فماليات تبلغ 140 مليار درهم فهذا المجهود الحكومي هو مجهود اليوم نشعر بأنه أصبح ينتج أثره لدى المواطنين وينتج أثره أيضا لدى الصورة العامة لبلادنا والاستثمار وكل تقارير التي صدرت سواء منها التقارير الوطنية أو التقارير الأجنبية تؤكد هذا المعطى وتؤكد بأن الإصلاحات التي قمت بها بلدنا اليوم يعني بلدنا كتجني التمار ديالها بخصوص طلبة الطب طلبة الطب قبل ثلاث أسابيع قدمت في هذه الندوة الصحفية عرض الحكومة الذي يجيب على مختلفها النقاط المطروحة وقدمته بطريقة تقنية لكي نوضح مختلف العناصر ونقدم بخصوصها الأجوبة أكرر مرة أخرى الحكومة تلتزم بما قدمته في الندوة الصحفية السابقة بخصوص الاستثمارات الأجنبية بالفعل هناك ارتفاع للاستثمارات الأجنبية ببلادنا هذا مؤشر مهم جدا أولا إلى قريتيو تقرير الأخير للمكتب الوطني الصرف ستلقوا بأن مختلف المؤشرات هي إيجابية سواء المرتبطة بالصدار المرتبطة بعائدات مغربة العالم المرتبطة بالعائدات ديال القطاع السياحي الاستثمارات الخارجية كل هذه المؤشرات هي مؤشرات إيجابية وفي تطور مستمر شهر على شهر هذا كيفما قلت هو اتمار ديال الإصلاحات اللي قمت بها الحكومة مختلف سياسة العمومية والإجراءات اللي قمت بها بدأت تعطي الأكل ديالها إذن الاستثمارات الأجنبية المباشرة عادت إلى الارتفاع حيث شكلت وبشكل كبير منذ يناير 2014 لتصل إلى مستويات قياسية خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذه السنة فإلى نهاية مايو 2014 بلغت 16 فصيلة جوج حوالي 16 فصيلة واحد مليار ديرهم بزيادة انقدروها حوالي 20% مقارنة بنفس الفطران من سنة 2023 لتصل بذلك إلى أعلى مستوى في تاريخ الاقتصاد تاني أعلى مستوى في تاريخ الاقتصاد للوطن هذا مؤشر كبير لنفسروا هذا الارتفاع ديال هذه الاستثمارات أولا الإصلاحات التي قمت بها الحكومة خاصة على مستوى ميطاق الاستثمار الإصلاحات الأخرى التي قمت بها على مستوى والتي جاءت في سؤالي لكم التي تتعلق بمناخ الأعمال عموما الإصلاحات التي الآن عرفت واحد تبسيط لإمكانيات الاستثمار حيث أنه من يغنى أخذ مثلا المشاريع التي يتم ومدارستها على مستوى اللجنة الوطنية الاستثمار فقد ارتفعت وكذا ارتفع حجمها ووقعها على خلقي فورا الشغل منذ تفعيل المتاق الجديد للاستثمار وبمقارنة بسيطة مع المتوسط السنوي للحكومة الحالية نخدم على الحكومة السابقة منذ أن تم اعتماد هذا المتاق الجديد تم تسجيل مضاعفة حجم الاستثمار المعتمد في اللجنة الوطنية الاستثمار بمقدار 4.5 مرات مضاعفة عدد مناصب الشغل المتوقعة المعتمدة بمقدار 6.5 مرات ومنذ الانطلاق الفعلي للمتاق في مارس 2023 تم عقد 5 لجان وطني الاستثمارات والتي وفقت على 115 مشروع استثماري بانبلغ 173 مليار درهم وخلق 96 ألف منصب شغل كما أن 82 من هذه المشاريع التي تم توقيع اتفاقيتها قد بدأت فعليا على أرض الواقع والتي سيكون لها تأثير ووقع كبير ليس فقط على أرقام الاستثمارات الأجنبية ولكن المباشرة في الأشهر ولكن بشكل خاص على أرقام الاستثمار الخاص الوطني إذن هذا بخصوص الاستثمار عموما الدعم العمومي طبعا الدعم العمومي الهدف منه هو المحافظة على الاستقرار مجموعة من المواد وطبعا الدعم العمومي كيفما قلت يهم مجموعة من المجالات أعطيت المثال للمكتب الوطني الكهرباء هذا الدعم يوجه إلى هذا المكتب لكي نحافظ على هذه الأسعار أسعار الكهرباء أو الماء في المستوى يدلع أنا يمكنني لنفهم الموضوع يتعلق بأحد مقترحات القوانين مقترحات القوانين هذا طبعا حق مكفول دستوريا للبرلمان وطبعا مقترحات القوانين حسب القانون تنظيمي المتعلق بتسيير أشغالي وأعمالي الحكومة خاصة المادة 23 منه الحكومة مطالبة بدراسة هذه المقترحات طبعا على الأقل مرة واحدة في الشهر الحكومة إلا جينا نخدو الأعداد أو الأرقام دي المقترحات القوانين التي توصلنا بها فتوصلنا أو لا نقدر نقوله بأنها لأنها توصلنا بأكثر من 300 مقترح لكن الحكومة قامت بدراسة أزيد من 200 أزيد من 300 وسبعة مقترحات أعطت الموقف ديالها بخصوص هذه المقترحات طبعا 28 من هذه المقترحات مقبولة حينما يتم قبولها يبدأ البرلمان بمناقشتها عندنا الآن في الأسبوع الماضي وما قبل الماضي صدقت الليجان مثلا نعطي مثال على مستوى لجنة العدد والتشريع صدقت على أربعة مقترحات قوانين تهم موضوع القانون الأساسي للوظيفة العمومية غالبتها من فروق المعارضة وتمت المصدقة عليها نهائيا أيضا أبلغا ثم المصدقة عليها وعندنا جوج المقترحات وحدة أخرى في نفس اللجنة تهم الحقوق العينية وعندنا مقترحات وحدة أخرى لقريبا سوف تقوم بمدارستها هذه اللجنة وطبعا الحكومة تتفاعل بشكل إيجابي فمنين ناخد المعدل الآن ديال 28 مقترح من أصل 200 ولا 300 293 ولا 300 كيخلينا نكون في المعدلات الدولية لكالتراوح بحوالي 9% بمعنى أن هذه الحكومة هي حكومة تهتم بالمبادرة الشريعية تواكبها وأيضا تتمنها وهذا إيجابي للجربة الديمقراطية ببلادنا ومنك نقرأ المقترحات غالبتها هي مقترحات موضعة من فروق المعارضة والحكومة حينما تجد في هذه المقترحات ما يمكن أن يساعد في تنفيذ البرنامج الحكومي الذي يعتبر الوثيقة الأساس للتعاقد السياسي ما بين الحكومة والبرنامج تدفع بشكل إيجابي في هذا الموضوع بخصوص الحوار الاجتماعي عموما حوار الاجتماعي أنا قدمت الأرقام حوالي 45 مليار هي الكلفة أولا لا وجود للخلافات بين أعضاء الحكومة كل ما في الأمر هو أنه الجلوس مع النقابات الأكثر تمتيلية حول القضايا التي تهم الأشغيلة تتم مناقشتها في شموليتها ويتم الاتفاق والوصول إلى اتفاقات يتم تنفيذها وهذا ما يقع اليوم فبالتالي الحكومة تتفاعل مع هذا الموضوع وقطع الصحة طبعا هو معني بهذه الزيادة شكرا لكم ترجمة نانسي قنقر